السلام عليكم ويعطيكم العافي جميعاً هذا الجزء التاسع من المحاضرة تركيبات وحديث الطبقة مقارنتها بالتركيبات متعددة الطبقات تكلمنا عن تركيبات وحديث الطبقة وتكلمنا عن تركيبات متعددة الطبقات تكلمنا عن مقارنتهم مع بعض إلى حد ما من ناحية القوى والجمالية إلى آخره وعطينا بعض الأمثلة على نجاحها ومدى نجاح هذه التركيبات توقفنا عند البربريشن غايدلاينز أو دليل التحضير لكل هذه التركيبات دائما نبدأ بالشيء العلمي بعدين ننتقل إلى الشركات ورأيها وتوصياتها بالنسبة لمنتجاتها فنحن لدينا البربريشن وضع هذا البربريشن من أكبر الهيئات التعليمية وهي تعتبر كي أبنيون ليدر يعني في موضوع الإطباق والأكلوجين والتحضير والبرينسبلز والأكلوجين إلى آخره وهي بسياتل في ولاية واشنطن في سياتل واشنطن يعني مش واشنطن الولاية مش واشنطن دي سي العاصمة على كل حال ويعني يواخد برأيها في كثير من الأمور فوضعت مثال أو مثال جميل جدا لموضوع تحضير البربريشن غايدلاينز وكانت تكلم فيه عن التحضير توصيات القواعد الرشادية لأكاديمية سبيرز للتحضير فهي بس بدي أكتركز معي أنه رقم ستة هذا فيرست مولر هذا فول كنتور مونولوثيك إيماكس حلو الكنام رقم ستة عمل فول كنتور يعني مونولوثيك إيماكس طبعا هم يكاتبين إيماكس كراون لكن هو يعني ليثيوم داي سيليكيت وحادي الطبقة هذا رقم ستة رقم سبعة هذا المولر إيش نعمل نعمل فول كنتور مونولوثيك زير كوني كراون نعمل زير كونيوم كراون حلو الكلام برضو أحادي الطبقة طيب بدهم يشوف هسا هم شو التوصيات شوف خليني أكلكهم كلهم أعطيك النتيجة النهائية عشان أريحك ليثيوم داي سيليكيت مصمت هاي التوصيات إطباقي يكون عندك أنت يكون عندك الإطباقي في الليثيوم داي سيليكيت حلو الكلام 2 مولرس ماشي فبالنسبة عندك الرحة الخلفية إذا أنت عملت فول الكلام هون بس عن المونولوثيك رقم ستة منولوثيك ليثيوم داي سيليكيت رقم سبعة منولوثيك زير كوني رقم ستة اللي هو ليثيوم داي سيليكيت مصمت شوف شو التوصيات إطباقي بدك من واحد ونص لاثنين مليميتر سمك جدار التركيبة اللي هو والثيكنس بدك ون مليميتر الحدبات أو الكسب بالذات ون بوينت فايف مليميتر أنا راح أريحك وحكي لك أنه الرينج هون ون بوينت فايف مليميتر تقريبا حلو؟ فأنت بتحضر هون أقل شيء معطينك يا في ليثيوم داي سيليكيت إذا تطلع ليثيوم داي سيليكيت أقل شيء معطينك يا أقل قراءة قديش؟ ون مليميتر بسمك الجدار والثيكنس فأقل شيء أقل شيء ون مليميتر بسمك الجدار وهذا في تحضير ليثيوم داي سيليكيت الخلفي كفول مونولوثيك بالزركونية القراءات أقل هون ون بوينت فايف تو مليميتر هون ون بوينت فايف مليميتر أقل بنص مليمتر إطباقي وأقل بنص مليمتر عند الحدبات مش عارف نيش فاصلين الحدبات عن الإطباقي على كل حال الحواف 0.5 مليمتر شامفر ريدكشن يعني أفضل شيء في حالة المصمت أن يكون شامفر إذا ما كان الشولدر أن يكون شامفر حلو الكلام طيب هذا في حالة الحواف 0.5 مليمتر الحدبات 1 مليمتر برضو أنت بتحكي عن رينج 1 مليمتر حلو الكلام بتحكي عن رينج 1 مليميتر ما عدا الحواف 0.5 مليميتر يعني انت تحكي عن أفريج بدك 1.5 مليميتر ما عدا الوالثيك نسي يعني لو وصلت ل 1 مليميتر فول بريس لا تنساش انا بحكي عن مونوليثيك ارجوك لا تنسى مونوليثيك فول بريس أو ماشيند كاد كامت ما عليه بورسلين نهائيا حلو فول مليميتر ماشي لول ثيك نس حلو الكلام فهم تحكي لك عن وانت 1.5 مليميتر في حالة الليثيوم دايسيليكت مصمت اقل من هيك بنبلش ايش بنبعد عن يعني انا حضرت لك 0.5 و 0.5 كويس وقرأت دراسات انه 0.5 كفاية ماشي وانا راح حط لك دراسات انه 0.5 كفاية وراح اعرضها بدراسات اخرى يعني هي مش مش الموضوع اني انا وجدت دراسة معينة في اتجاه معين فهي الصحيح لا انت بلك تجمع شتات المسألة كلها وتشوف كل الدراسات تعرضها على بعض مش تعرضها البعض تعرضها على بعض وتشوف شو الانسب فانا الان معاك فقط في موضوع الاسبير ادوكيشن انا معاك في موضوع العلم افضل شيء افضل تحضير حلو الكلام وافضل نتيجة هاي هي الان منحكي لك عن الشركات وعن شو هم يكاتبين فاخلي ببالك 1.5 بالليثيوم دايسيليكت 1 مليمتر وحيانا 1.5 لا الزيركون كرام ممكن يكون اقل في كل شيء ممكن يكون اقل في الحدبات وممكن يكون اقل عند الحواف كمان اللي هو الزيركون يعني الزيركون اقوى من الليثيوم دايسيليكت رح نيجي لهذا التفصيل preparation guidelines انا استعمت بكثير من الدراسات في تلخيص خلينا اعطيك conclusions اولا ارجو ان اكون معرب هذا الجزء الحمد لله انا معربه طيب قوة مقاومة الكسر للزركونية المصمطة اعلى منها الليثيوم دايسيليكت المصمطة بطبيعة الحال يعني احترت شو تركب طبعا بتركب زركون انه قوة مقاومة الكسر للزركونية اعلى طبعا بما ان احنا صرنا دارسين وعارفين هذا ايش هذا قبل ما نحكي عن وقبل ما نحكي عن شيخوخة اللي تقدم بالعمر بالنسبة للزركونية يعني في عاملين اخرين هل نحكي بس كماتيريا الان قوة مقاومة الكسر للزركونية كماتيريا كتلبيسي انيشالي اليوم اكبر منها من الليثيوم دايسيليكت حلو الكلام طيب قوة مقاومة الكسر للزركونية المصمطة بسماكة واحد مليميتر تساوي قوة مقاومة الكسر للخزف على هيكل معدني حلو الكلام يعني اذا انت عطيتني واحد مليميتر لزيركون مصمط فهذا قوي قوةه تضاهي قوة الخزف على هيكل معدني اليو حكينا انه قوي وبعيش مدة طويلة طبعا برجب حيلك هذا انيشال هذا اليوم لما احنا نعمل سيمنتيشن اليوم او عملنا التست اليوم لكن بعد عشر سنوات وصار فيه ايجنج الاخره تختلف المعطيات برأيي لكن انا حطيت لك كونكلوجينز للنقاش وانت تشوفها كل كونكلوجين هاي من دراسة يعني جمعت عدة دراسات وحطيت لك شوية كونكلوجينز بعدين حطيت عشر كونكلوجينز اخريات غير هاي الكونكلوجينز على كل حال زيادة سماكة الهيكل الداعم في الزركونيا من 0.6 الى 1.5 مليميتر يعني تقريبا انت ضعفته ضعفين صح؟ بدل ما هو كان نص صار واحد ونص ثلاثة اضعاف فزادت قوة مقاومتها لليتواب مقدار ثلاثة اضعاف حلو الكلام صارت اقوى بكثير يعني كل شوية زيادة تحضير كل ما زادت قوة هاي التلبيسة وزاد عمرها وزاد مقاومتها للكسر مقاومتها للفلاكتر يعني بالزيد على كل احوال اللي هي مقاومتها للالتواب حلو الكلام برضه حطه بالك الموضوع مش من صفر الى مئة بالمئة زي ما انا بحكي دايما الموضوع انه تحضير اكثر مور ريدكشن بس انت ادرع تقدر تحضر اكثر السن بيعطيك مجال السن فايتل السن مش فايتل هاي امورك انت بالعيادة انت ادرى فيها كطبيب منه لكن خلي بالك انا حطيت اشي تحضيره بوينت سيكس بوينت سبن في رسك حطيت اشي وان مليميتر رسك فيه اقل حطيت اشي وان بوينت تو مليميتر اقل بكثير الى اخره لدرجة انه يتضاعف قوة ثلاث اضعاف اذا انت ضاعفت الريدكشن عندك فكل شيء يعني الو بلس و مينس الموضوع بالانس الموضوع توازن حلو الكلام؟ هلا هاي بعض الدراسات انا حطيت عشر دراسات للمناقشة كثير من اللي انا حطيته انا مش مقتنع فيه وابدي اناقشكم فيه على كل حوال لكن بحطه انا بحط اي شيء انا مش بس بدور على دليل يدعم ما اقوله انتهى الموضوع لا فخلينا نشوف شو هاي الدراسات الدراسة الاولى بدولك قوة مقاومة الكسر للزركونية المصمتة تزداد بزيادة السماكة زي ما حكينا قبل شوي خليها ببالك اعطي سماكة في اماكن معينة اكتر انا زد قوة الزركونية المصمتة بطبيعة الحال طيب قوة مقاومة الكسر للزركونية مصمتة بسماكة 1.1 مليمتر اكبر منها للليثيوم دايسيليكت بسماكة 1.5 مليمتر شوف كيف صار الموضوع يعني تتحضر ملي مثلا زيركون او ملي واحد بالعشرة زيركون او تحضر ملي ونص للليثيوم دايسيليكت لا ملي للزيركون اقوى مقاومتها للكسر من ملي ونص ليثيوم دايسيليكت اليوم الدراسة دايما هاي ان فيترو ما لناش دخل بالشيخوخة وبعد 5 سنوات الى اخير نحن نحكي عن اليوم انشاء حلو الكلام طيب الزركونية المصمتة بسماكة 5 يعني 0.5 مليمتر اثبتت قوة مقاومة للالتواء عالية مقابل القوى الاطباقية هاي من درستنا حاطة بشو مقدمة فيها لا بدعمها كلام ولا بيدعمها كلام الشركات اللي ساعرضوا لاحقا ساعرض كلام الشركات و الابدعت بصراحة في هاي الشغلة و لا يدعموا هذا الكلام 0.5 بعرفش شو قصدهم بمقابل القوى الاطباقية كام هاي القوى الاطباقية و كيف حسبوها هذه الدراسة موجودة يبدو انو عملوها على سبيسيمنت و و وفحص مخبري لها وشافوا قوتها وشافوا انو قوتها يعني بتتحمل قوى الاطباقية كام القوى الاطباقية وعلى شو مكسر انا لا اعرف هاي كانت هاي كانت تكون من دراسة انا مش انا اعرضها لان ليش لانها بتعارض جدا وبتعارض حتى الشركات وسنرى ذلك في السلايدات القادمة بس انا بحطنا نعارف انو في المحاضرة راح طلوها لا ياخي في دراسة تحكي انو point five كفاية انا حطت لك ايها على كل حوال شوفها انت فعلا دراسة موجودة وانا حطت الكونكلوجين تبعها انا مش مقتنعة فيها نهائيا من الاخر يعني انو في دراسات بقى شرائح كبيرة و اقوى وطلعوا فيها الناس بيعني زي سبيرس اخذ هذه القراءات من مجموع تجارب ومن مجموع دراسات كلينيكية يعني شاهد كيف يعني هاي بتعرضهم وانا لست مع الشاذ لا قاعدة له الزركونية المسمطة بعد عملية التعتيق الصناعي اثبتت قوة مقاومة التواء اكبر من تركيبات الخزف فوق هايك الزركوني كذلك انهاء السطح او تفنيش السطح لم يؤثر على قوتها طيب اخذوا واحد واحدة الزركونية المسمطة بعد عملية التعتيق الصناعي اثبتت قوة مقاومة التواء اكبر من تركيبات الخزف فوق هايك الزركوني أي زركونية مصمطة قصده يقول لك أقوى من الزركونية المخزف عليها خزف وهذا احنا عارفينه حتى بعد الـ Aging بعد الـ Artificial Aging ما فيش مشكلة إذن أنت عندك المصمط أقوى من كقوة خلاص تناقش ما بين مصمط وما بين متعدد الطبقات المصمط أقوى يعني حسب هذه الدراسة كذلك إنهاء السطح أو تفنيش السطح لم يؤثر على قوتها طيب تفنيش السطح لم يؤثر على قوتها على افتراض أن أنت بتفنش بطريقة احترافية مش بتفنش بتضرب بهاند بيس تكون خمسين ألف دورة وتضرب في مكان واحد فتعمل مايكرو كراكس إلى آخر يعني يفترضوا أن التفنيش برضو منطقي والتفنيش علمي والتفنيش احترافي حلو التلام؟ طيب لا يوجد فرق بالقوة بين التلبيسات المصنوعة من الزركونية الشفافة والزركونية غير الشفافة شايفيش أنا بحكي لك أنه في بعض الدراسات أنت غير قابل أصلا على أنك تصد طبعا هاي تعرض كل شيء ربنا خلقه شايف كيف من العلم ومن كل شيء درسنا إلى آخري شو اللي بيكون صار؟ يعني هل تمت هاي الدراسة هي تمت؟ بس ما هو أنت عشان يكن حيبنا الحاس السادسة أنه بدي يكون عندك أنت فكرا وشو اللي قاعد بصير؟ كيف هاي الدراسة جابوا عينتين وعرضوا عليهم وكسروا وكان عندهم نفس المقاومة؟ يخي هاي بدك تعرف أنت هاي الدراسة اللي أخذها اللي هي العينة اللي عمل عليها وطريقة تعريضها للأكلوزال فورسس فيكترس تست ولا شو الطريقة إلى آخره؟ وبدك تعرف شو المعطيات؟ وبجوز هذا أيام ما كان لترانزلوسنت قليل كان فور يوتيريوم قارنوا بثري يوتيريوم مثلا بجوز طريقة الفحص وإلى آخره ووالرليتت إشيوز هي اللي فيها الفرق فرهم عليك كيف لكن قطعا الشرك المصنع نفسه بقول لك أنه فرق كبير بالقوة وبوبليشت أنه هذا قوته ألف ومتين وهذا قوته ستمية وخمسين بديك بتحكيلي لا يوجد فرق بالقوة بين التلبيسات المصنوعة من الزركوني الشفاف والزركوني غير الشفافة طبعا كلام خطأ مئة بالمئة طيب حكيت لك أنه الدراسة هاي أرجعي لها بتلاقيها وبتلاقي هاي الكونكلوجين وتلاقي بشرح لك أنه أنا أخدت سبيسيب أنت وعملت إلى آخرين لذلك أنا بقول لك إيش جمع شتات المسألة مرة ومرتين ترى تقول لك جمع شتات المسألة تشوف أنت كل الدراسات أو كل ما تستطيع جمعه من الدراسات حول هذه المسألة وتشوف الكلام العلمي وكلام الشركات وإلى آخرين وتقارنه مع بعضه وتستخلص أنت نتيجة يعني أنت بعدين ما بدكاش أنت المنخنقة والموقودة والنطيحة أنت بدك تجمع في النهاية الإشي المنطقي الإشي الفيكتور فورس تبع الستوديز يعني شايف كيف يعني أنت مجموعة هذه الدراسات إلى أي اتجاه تؤشر وشو البولك أو الرينج اللي بتعطيك إياه أما كل واحد يمسك دراسة من زي ما يقول يمسك الدراسة من ذنبتها يعني يمسك الدراسة يقول لك أنا عندي الدراسة بتحكي أنه 0.5 آخر إبداع على الزركونيا وأنا بحضرش أكثر من 0.5 للزركونيا وما بنكسر يا أخي مين يقول لك بنكسر في دراسة إنه ما بنكسر نعم أنت في خص في زماننا هذا في العلم وفي غير العلم وفي مجالات كثير في الحياة ستجد أي دراسة وأي فتوى وأي رأي وأي شيء في العالم بدك إياه ستجد إلو إيش رأي داعم لكن هذا الرأي كان راجح ومرجوحة المسألة مختلفة فأنت بدك تجمع شتات المسألة وتشوف وين عندك معظم الفيكتور فورس الاتجاه العام للدراسات إلى ما يؤشر صح؟ وبرضو بلك ترجع وتشوف هذه الدراسة بجوز معمولة قديما بجوز الشريحة شريحة الفحص كانت أصلا كلها توس بي سمنت يعني كل لاتها شريحتين وحطوا عليهم فيكتور فورس بطريقة أو بأخرى بلك ترجع لأمور كثير معارضة جهاز الفحص 100 شغلة ممكن تكون صارت خطأ أو غير دقيقة أو الشريحة بسيطة جدا إلى آخره يعني في قصة تذكر في هذا المجال أنا لا أريد أن أشتت السامع لكن في حقيقة كثير قصص يعني حتى من خارج مجال الأسنان تدعم هذه الرؤية بشكل عام على كل حال أتوقع أنه الفكرة وصلت التركيبات المسمطة من الزركون أقوى بكثير من تركيبات الليثيوم دايسيليكت المسمطة إذا تساوت سماكتها يعني جابوا هاي 1 مليمتر أو 2 مليمتر وأعمل عليها فحص لقوا فعلا أنه الزركونية المسمطة أقوى بكثير من الليثيوم دايسيليكت المسمطة مع الليثيوم دايسيليكت في دراسة منفصلة أرجو أن أكون حاطة بهاي المحاضرة أنه قوتها بعد الإلصاق بعد التخريش بعد الكيميكال بعد الكيميكال إتشين أو بعد التخريش الكيميائي قوة إلصاقها تزداد بنسبة معينة وحاطين تشارت للنسب يعني بتصير أقوى من 600 ميجا باسكال بتصير مثلا 750 أو بتصير كذا فبرضو الكلام فيه يعني أخذ وعطى إلو لكن على كل حالية بتكون تجارب وأنا بصراحة هذا الكلام برجع بحكي لك يعني اليوم إن عملة زركونية مسمطة بجزء تكون من 3Y يعني بجزء تكون من 3U-stabilized زركونية أقوى أنهو على الزركونية بتقارنها أنت بليثيوم دايسيليكت حتى بعد السيمنتيشن أتوقع أنه فعلا بتظل الزركون أقوى من ليثيوم دايسيليكت الزركونية المسمطة أقوى بقوتها من ليثيوم دايسيليكت الآن بدك بعد 5 سنين تشوفها وبعد 10 سنين بعد الشيخوخة وبعد العوامل حتى التعريف اللي نقول بعدين بيكون مقارنة مختلفة تماما لكن هنمحكي عن الانيشال في الوقت الحالي الانيشال لفترة زمنية مقبولة مثلا بس الانيشال اللي احنا بنحكي عنه بينما قوة مقاومة الالتواء الخاصة بالسيراميك الزجاجي أقل من الخزف فوق هيكل زركوني فإن مقاومته للتشضي أعلى لكونه مسمط أنا مفهمت شي شي أجين بينما قوة مقاومة الالتواء الخاصة بالسيراميك الزجاجي آه غلاس سيراميكس ماشي أقل من الخزف فوق هيكل زركوني هذه لحالها لأنه مش مدعوم بهيكل زركوني فإن مقاومته للتشضي أعلى طبعا لأنه مصمت إيش يعني أنت تحكي عن Monolithic Glass Ceramic يعني Glass Ceramic زي مثلا Block Mark II Block Lithium Dysilicate Block من Lossite Products عملت له ملينج فهو طبقة واحدة هو مصمت فبما أنه مصمت صح قابلته للكسر أعلى من قابلته كله كتركيبة للكسر أعلى أو مقاومته لالتواء أقل وقابلته للكسر أعلى من هيكل زركوني مبني عليه خزف لأنه الخزف المبني على هيكل زركوني مدعوم بهذا الهيكل الزركوني لكن التشضي تشضي شغلة طبقية هذا ما فيه طبقة هذا مصمت إذن التشضي فيه قليل ممكن كله ينكسر مقاومته لالتواء Flactural Strength ينكسر لكنه كتشضي تشضيه صعب التشضي دائما في الطبقي في متعدد طوقات وهو زي خزف فوق هايكا الزركوني خزف فوق معدن إلى آخر لأنه التشضي عادة يعني شيء مرتبط بمتعدد الطبقات طيب الزركوني ينوعها أقل سحلاً للمقابل من Lithium Dicylicate هاي دراسة الدكتور إدوارد مكلرن وبرضو وجدتها عند الناس آخرين أن الزركوني عادة ما نذكر يعني أن الزركوني ينوعها أقل سحلاً للمقابل من Lithium Dicylicate لوحب صحل الأكبر للمقابل بعد تعديل الإطباق وتلميعه بالإجليز مظبوط حكيناها يعني تعديل شوف الآن أنت شو شو اللي صار أنت سلمت سن هذا السن عليه إجليز صار تعديل للإطباق رجع السن إن عملوا إجليز على طول ما نعملوش ما نعملوش تنعيم ما نعملوش ما نعملوش تنعيم وبعدين تجليز على طول تم تجليزه فظلت الأسطح زيك إنها أسطح غير منتظمة هذا اللي أنا فهمته من الدراسة إن الأسطح غير منتظمة وبالتالي إيش سحل أكبر المقابل بعد تعديل الإطباق وتلميعه بالإجليز شايف كيف الأصل أنا في رأيي حسب مفهومي لهاي الدراسة أنه كان لازم ينعمل تنعيم كامل لما كان لعادة الأطباء بس يشيلوا الأوكلوجين كثير يعني بيكون انفيسب يعني مرات البيرز اللي بيستعملوها الدياموند بيرز وهذا بتكون توقل كثير يعني من السن وبالتالي برجع لك السن مخدش ومضرب فأنت ما تقلزه على طول أنت نعمه بعدين حط عليه برجع هيك سيلد وبرجع سحره للمقابل الأقل لكن لو الطبيب عنده بعد الأقلوزل أجسمنت نحن نستغل هذا بعد الأقلوزل أجسمنت بعد تقديل إطباق لو الدكتور عنده نعم وعمل بوليشينج سيكونس كان لسه أفضل حتى من الإجليز على كل هذا بنكمل تلك عشرة كاملة هي عاشر واحدة تركيبات الليثيوم دايسيلكت بسماكة جدار نص مليميتر أثبتت ضعفة أكيد بينما سماكة واحد واحد ونص أثبتت مقاومة كسر كافية هم كاتبين أعتقد سفشت مقاومة كسر كافية آه هذا نعرفه ماشي عد شو هي مقاومة كسر كافية على 05 مليم 05 مليم أثبتت ضعفها لكن الون 1.5 مليمتر أثبتت مقاومة كسر كافية يعني بدوره نفس فكرة سبيرز إدجوكيشن أنه أنت بالون 1.5 ومورك بالسليم 0.5 مليمتر أضعف طيب بريباريشين قايدلاينز نحن لدينا بريباريشين قايدلاينز من كثير شركات حلو كله بيعطيك بريباريشين قايدلاينز أنت تشوف شو تحضير الليبيل شو تحضير الكلوزل هاي مثلا كانت فينير أنتيريو الأخري هاي مثلا متعددة يعني مثلا بروكسيزر بوستيرير كراون شوف شو الكراون اللي ممكن أنه ينحكى أنه 0.5 مليمتر ممكن يكون كافي بروكسيزر نوع من النواع الزركونية الخاصة اللي بتصنعه فقط قلايدول في العالم يعني هو أصلا براند ليم لقلايدول قلايدول هو المختبر وحيد في العالم بأمريكا اللي بصنع بروكسيزر هذا بحكي لأكماشي 0.5 وقلوزل وبرضو بحكي لك 1 مليمتر ايكسيال مع أنه ايش بروكسيزر هذا اللي بطلع عليه بجيب لك الصورة والبيكم بطلع عليه والشاكوش بيخبطه وبعدين بيرتد الشاكوش منه مشاكل من هذا القبيل وستيل بحكي لك الايكسيال اللي هو الوول ثكنس 1 مليمتر شايف؟ ماشي بحكي لك الأكلوزل الريدوكشن 0.5 مليمتر والشامفر مارجن الدبث 0.5 مليمتر لكن الوول ثكنس 1 مليمتر رغم أنه بروكسيزر من أقوى أنواع الزيركم بالعالم كتانا بوستيريور كراون نفس الشيء بدي يكون بوستيريور كراون برضو 1 مليمتر ايكسيال أنا بهاي المحاضرة للناس اللي بيحضروا رقي اللايف يعني مش على اليوتيوب أنا بجيب معاي كمية هائلة من المختبع لإسنان ومعظمها فراكتشرد اللي إيخ نبضي سيليكت أو زيركونيا تحضير غير كافي وفراكتشرد من الوول من الوول ثكنس الجدار هو اللي فيه فراكتشرد أو يعني دك تقول أنت مثلا ايكسي اوكلوزو ايكسيال يعني ايكسيال و اوكلوزل بيكون اللي فراكتشرد تبعه أنا بجيهم كدليل لأنه نشوف هاي كلها كراونات فشلت زيركونيا أوليثي مضاي سيليكت لأنه نفيش اناف وول ريدكشن و اناف وكلوزر ريدكشن على كل حال شوف الـ ايماكس بطلب أكثر 1.5 ايكسيال 1.5 مقارنة بيكتانا و بروكسيزر وهذا الأشياء يعني المبثوثة منهم هم اللي وون ليلا نناقشها كثيرا موضوع زركونيا ميرلان بريج وزركونيا إنلي بريج يلو قصته لكن خلينا نركز على الفل شوف كيف ايام تمعنات انت بكون عندك 1 مليميتر حتى في الأنتيريور هنا ايام تبكون عندك 1 مليميتر يعني حتى في الأمامة بيطلبوا هلأ أنا راح نتبحر أكثر من هيك ونشوف كيف طيب نوت إنه اللي بيحكي لك 1 مليميتر ومص مليميتر جماعة بيحكوا عن إيش زولد بوستيريور زيركونيوم اوكسايد يوتيريوم ستيبلايز فالفاملي القوي من الزيركوني اللي قاعدين بيحكو لك عن هذا مش تحكي لي أنا مثلا بدي على نمبر سيكس زيركونية بس هيك تكون ترانزلوسنتو حلوة وعلى 0.5 تحضير يعني هاي رسبي الفشل بصراحة هذه هي الوصفة السحرية للفشل لا حتى لو بدك تنزل لـ 0.5 وهو مخاطرة كبيرة بدك تعملها بأكثر أنواع الزلد زيركونية أقواها ليش؟ لأنه أنت تحكي عن أصلاً أصلاً You violated the reduction guidelines فعلى كل أحوال إحنا بنحكي عن الزركونية solid الزولد الزركونية الثريوتيريوم الزركونيوم أقصى نوع الزركونية هي اللي بتنحط posterior طيب هلا خلينا نشوف مثلاً نوريتاكي published this for example يوصل بتحضير سماكة 1 مليميدر لجدار الزركونية المصمتة لاحظ يا دكتوري العزيز ويا عزيزي الفني لاحظ بالتحضير هون عندك حتى في الأنتيريور كراون حطي لك 1 مليميدر 1.5 مليميدر 1 مليميدر هاي المعطية ستختلف لما نحكي عن فينير فوصلاً راح نحكي عن الزركونية فينير وإتشابل ولا مش إتشابل لكن على كل حال هذا المعطية سيختلف لما نحكي عن فينير احنا قديم نحكي هسا عن إيش عن كراونز ويقعدين ميخدين احنا ناس طيبين وميخدين بالريكمنديشن طبعاً وريتاكي مشو بتحكي عن 1 مليميدر أول راوند أو أكثر برضو 1 مليميدر أول راوند أو أكثر طب هدا إيش preparation for framework ماشي وهدا preparation for إيش for full contour زركونية ما اختلف شيء يعني bridge بيقولك أنت بدك reduction أكثر لأنه bridge بس crown أنا ما بدك reduction أكثر لا أي شركة الحالة بتحكي لك حتى لو كان full contour زركونية crown crown تلبيسة مفردة بدك 1 مليميدر حلو الكلام تعطينا أقل من 1 مليميدر ماشي cd بشتغل لكن you violated the guideline لا تتفاجأ كثير إذا انكسر يعني في عندك أنت occlusal forces هنا عن lingual وفي عندك protrusive movement وعندك all kind of stuff برضو يعني يكون في بالك أن نحكي عن 1 مليميدر طبعا خلفي بيصير أكثر 1.5 1.5 أكثر من speed education حتى وأكثر من broxizer اللي هي اللي قبلها شوف broxizer تحكي لك هون ماشي يعطيني 0.5 أو katana posteriori تحكي لك يعطيني 0.5 هون لا بيحكي لك لا أعطينا أنت 1 مليميدر لا تنزل عن 1.5 عشان يكتلي أنا في مدارس وفي أرقام غير متناسقة مع بعض فأنا بأخذ منها دائما زي ما حكينا الفيكتور فورس أنا بأخذ منها التوجه العام حلو الكلام توجه العام خذها من بلال صالح لا تنزل عن 1 مليميدر إذا بدك تكون سيف هذا رقم واحد رقم 2 الآن نيجي لأشياء مختلفة وبدو يكون الحكي فيها مختلف إحنا حكينا هون عن إيش سيدي حكينا هون معظم الكلام كان عن zirconium oxide 3 uterum zirconium oxide 3 y حلو الكلام حكينا عن 1 مليميدر ما ننزلش عنه لا ببرج ولا بcrown ماشي انتقلنا الآن لهون حلو برضو هاي كتانا يعني نزلت هذا ال preparation guideline خلينا نناقشه بالعقل ونشوف كيف الأمور ما هو أنت مش برضو يعني زي ما حكيت لك إحنا كل الناس حبيبنا وآخر مبساط إحنا وياهم ما حداش فيهم بطيقني أني وين لكن هلينا نحكي بشكل علمي حلو الكلام خلينا نشوفه نناقش الإشي اللي هم منزلوا minimum wall thickness of zirconium يعني هلو هم بحكي لك عن minimum أصلا طريقة طرحه للموضوع إنه minimum ماشي فهو بحكي لك يعني وأنا معاه إنه minimum هذا أقل شيء فأنت بدك تنزل عن minimum بدي يكون عندك risk بدي يكون عندك أنت دخلت بالخطر دخلت بالأحمر ماشي أوكي شوف UTM اللي هو ultra translucent multi layer zirconia قداش قوتها أصلا 557 ميجا باسكال لا شيخو خوالي شيخو خوالي شيخو قوتها 550 للسهولة STM اللي هي super translucent multi layer zirconia 784 حلو 750 حفظوا 550 750 رايح رأسك ميجا باسكال of strength طيب multi layer و high translucent high fluctuate strength zirconia 1150 ميجا باسكال شوف حتى التسميات شوي أنا بحكينهم منذبين الشركات والشباب بيجوا عندنا بس خلص ما هو كل شركة يعني بتنزلك مثلا high fluctuate strength zirconia بس إيش يسمها ML يعني multi layer HT يعني high translucent طب ما هو هذا high translucent واللي FOGO super supreme translucent واللي FOGO ultra translucent النفسة فهم اللي بدي نزل بعديك شو دو نسموه super supreme خارق للعادة أبو مش عارف مين يعني ما ضلش في اسم أما هو خلص تعطيني translucent high translucent and non translucent مثل المعدن نوبل high noble non noble precious semi precious non precious بس لا الدعاية بتلعب دور super translucent ultra translucent بتلعب دور على كل الأحوالي هي translucent material أنا مش بعلق علينا translucent أو لا بس أنا معلق حتى على طريقة تسمية إنها بتعطيك يعني يعني ممكن نحكي للطبيب خلص أنا بستخدم لك high translucent فهو يشوفها يحكي لك يا أخي ها هي شكلها مش translucent زي اللي أعطتني ها المرة الماضية بقول له المرة الماضية أضطك STML أو UTML هاتش تي لك هي شو يعني هاتش تي تقول يعني high translucent طب high translucent معناته قوية جدا معناته بثريوتيريوم مثلا أو most of the continent فليش اسمها high translucent وهي مش high translucent المهم قصة طويلة على كل حال إحنا بنحكي عن preparation guidelines ما ألكوا بالقصص اللي أنا بأدخل فيها على جنب notice the fine line notes هذا للديسكشن لاحظ الطباعة بالخط الدقيق والله يبدأ ألاحظ أشوف شو الطباعة بالخط الدقيق it is crucial to keep a minimum wall thickness for a successful restoration and keep in mind not including the thickness of build up boards آه هذا هو هذا هو الفين lines اللي أنا بدور عليه طيب طيب أي نوع من الزركونية يستخدم معملك ما إلنا علاقة في الوقت الحالي خلينا نحكي عن هاي الملاحظات شوف الشرك نفسها شوف الخط اللي كبير هون anterior crowns veneers posterior crowns inlays onlays يعني اطحن منه اللي بدكية كلام صحيح تقدر تعمل منه ملنج اللي بدكية لكن شوف بخط أصغر بشكل ملاحظ جدا إذا انت شايف السهم اللي أنا بحركه it is crucial to keep a minimum wall thickness يعني يدير بالك مهم جدا ما تنزل عن ال minimum wall thickness أصلا هو اسمه minimum يعني أقل حد ممكن تنزل عنه فلا تنزل أكثر من هيك هاي التوصية حلو and keep in mind وزغروا لك الطباعة بطلت أشوف أنا غير بمكبر شو بحكولك مش مصغيري جدا 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 بتقولك not including the thickness of build up porcelain يعني هذا الكلام بس للقشرة بدون ما أنت تعمل layering إذا انت ناوي دولتك تعمل متعدد طبقات ومفترض انه هاي ال wall thickness هاي ال wall thickness يا دوب كيفاية للقشرة سواء هاي القشرة حلطت عليها جليز وسلمتها وانتهينا أو بدك تبني عليها حلو هاي القشرة مثلا راح نلاقيها في بعض الأماكن مثلا point four مكتوب هون هسا بنيجي من ناقش الموضوع ومش راح أسلم لهم point four بس خلينا ناقش الموضوع إنه point four مفهمنا؟ هذا point four بدون ما تبني أنت any porcelain يعني بدك تقبل بلون الزركن على ما هو عليه بتحكي ليش ليش الزركن شكله مش حيوي شكله مفيش في انامل شكله مش عارف شو حق أحد خلاص هو بلوك من utml stml whatever it is ماشي بلوك في حيوية إلى نسبة معينة بدك حيوية بورسلين حيوية زجاج حيوية خزف حيوية مواد مفعمة بالسيليكا زي ما حكينا مواد مفعمة بني لك يا هذا كله زيادة عن point four إذا بنرجع بنحكي إنه فيش إشي حقيقة أقل من point five يعني مفيش إشي منطقيا وعلميا بيعطيك نتيجة أقل من point five هذا اللي بحكي لك لومينير وطلع مش عارف شو جميل جدا إلى آخره والحالات اللي بتنزلي point two مبنية وآخر انبساط ماشي ماشي كله هذا على العين وراسي وأنا مصدق وأنا مصدق الكاليبر اللي محطوط وكل شي تمام إلى آخره لكن بتحكي أنت عن يكاد يكون قليل جدا حتى مع حتى مع حتى مع كل شيء فأنا بديك واعي لهاي النقطة بس بعدين أنت عمل اللي بكي أحضر point one أنت حر لكن أنا بديك واعي لهاي النقطة وفاهم إيش يعني ريداكشن وإيش يعني إنه أنا شوف حتى الشركة بكتب لك إياه هي أصلاً يعني ليش كتبت ليش خلاص أخفت وخلصت ما لا بحكي لك شان ما حداش يجي لوني أنا كاتب لك بخطلة يمكن قراءته إنه يعمل هيك و هيك In case of having more than three millimeter thickness of prosthesis a higher chroma than indicated shade would appear برضو هاي يعني مشكلة المشاكل إنه الثكنس كان عالي كثير أكثر من ثلاثة مليمتر هي مشكلة نواجهها شحنا أكثر من ثلاثة مليمتر بيختلف عندك لأنه كروم بتصير عالي فبيختلف اللون إلى آخرين فإذا خلينا نناقش بعد ما إحنا عرفنا إنه هاي هي recommendations الشركة ومش لازم أنت تنزل عنه هاي recommendations فقط لقشرة بدون تخزيف بدون تخزيف فأقل القشرة ممكن أعطيك إياها أنا هم جمعين UTML و STML في كاتيجوري واحدة يعني أنا أعطيتك ultra translucent أو super translucent بيختلف عندك القوة لكن ما بيختلف عندك التحضير تصور، بده هو نفس التحضير بده إذا كان كراون 0.8 مليمتر اللي هكنا كنا نحكي قبل شوي إنها 1 مليمتر فوفر لك كمان 0.2 حلوين 0.8 مليمتر أنتيريور كراون اتفقنا؟ طيب، بيجي عندك للفينير وهذا بفتح discussion إنه هل أصلا فيه جسم وفينير من الزركونية راح نحكي فيه بعدين لأنه إحنا قربنا على البربريشن لازم أنا أخلص البربريشن ونقلت فيديو ونعمل فيديو ثاني إلى موضوع الإتشينج والأمور الأخرى فعندك 0.4 مليمتر للزركون قشرة خزافية قشرة تجميلية من الزركون 0.4 مليمتر هاي أقل القراءة راح تشوفها أنت حلو؟ لأنك إيش بتحكي؟ بتحكي عن ترانزلوسنت الحقيقي بتحكي لا يا زلمان هاي تحت في 0.4 مليمتر للفينير و 0.4 مليمتر أنتيريو كرام بقولك هدا أمل أتش تي لاحظ هدا أمل أتش تي هدا قوته ألف ومي وخمسين هدا شفافيته مش زي شفافيت يوتي أمل ولا زي شفيت أستي أمل بعيد جدا هذا هذا انت بتحكي هون عن شيء زي ثريو تيريوم استيبلايز زركونيا ما في إشي قوته بهاي القوة بغض نظر شو أسمائهم لأنها أسماء تجارية زي ما احنا اتفقنا مع احترامنا الشديد للجميع هي أسماء تجارية ما في إشي بهذه القوة فوق الألف إلا ثريو تيريوم استيبلايز زركونيا ذاتا ينو أوف حلو؟ فبتكون ترانزلوسنت فيها إيش؟ قليلة فأنت حطيتها أنت بتحط رسمي بلاطة يعني ما فيها أي نوع من أنواع ترانزلوسنسي وإذا عندك مرضى زي إحنا عندنا بعض المرضى ما عندوش مشكلة في البلاطة أنيوي ممكن يعني أنت بظل موضوع التخريش وموضوع أخرى أما ما بينزلش عنه في الفينير في الكراون تجاوزا أو بلاش أقول تجاوزا هم حاطين تبعهم في هذا الكراون وهذا الفينير أنا مش مقتنع بهذا الكلام فأسجل إعتراضي عليه نفس الإشي هون بوستيرر أنا ما باقتنع بشيء يعني من تجربة ومن دراسات ومن يعني هو الزم بحكي لك عن 1.5 وانت بتناقش على 0.5 يعني انت بتناقش على ثلث الركومنديشن تبعه لو انت بتناقش على 70% من الركومنديشن تبعه ها في مجال عشان كنا حكيت لك الحاس السادسة مهمة في كل شيء حتى في علاقتك مع البتنغام المهم فأنت عندك بتناقش في شيء بعيد انت بدك تشيل من 1.5 تصل ل5 أنا أعتقد أنه لسه بدري على بروستيسيس قادرة على هذا الأداء العظيم اللي هو 0.5 مليمتر على البوستيرير وبدك تشوف دراسات عليها وبدو ينعمل هاي نفسها هاي المادة تشوف على أي على أي فورس من تكسر وبدو ينعمل غيرها ويصير مقارنة وتشوف أثبتت فشلها أو نجاحها وتشوفها بعد سنة وتشوفها بعد سنتين إلى آخرين أنا أسجل اعتراضي على هذا الكلام 0.5 أنا مش مقتنع فيه نهائيا مقتنع فيه فقط انتيريور فقط فينير فينير ويندو تكنيك ما بينعمله ما بيجي عليه مثلا لاترال موفمنتس ولا بروتروسف اللي تعمل المشاكل عليه إلى آخرين ويكون فول برس أو فول ميلد أنا هذا رأيي اللي هي مجموع يعني رأيي مجموع من ركومنديشن الشركات ومن مجموع من وغيره من الناس اللي أعطوا قايدلايين للبريباريشن نفس الشي أنا كبرت بس هاي هون شوي وحطت لك هون أنه 0.4 من ال-STML أو ال-UTML 0.4 فينير أنه هل الزركونية اتشابل بما أنهم بيحكوا عن زركونية فينير هل هم اتشابل هل هم ترانسلوسنت هل هم سترونغ هل يمكن علمين عمل تركيبات الفنير من الزركونية هل الزركونية قابل للتخريش هل هي شفافة هل هي قوية إلى آخرين كل موضوع الزركونية والاتشين تبع الزركونية نتناوله في التسجيل القادم إن شاء الله أشكر لكم حسن استماعكم يعطيكم العافية السلام